لم يكن التاسع من نيسان عام 2003 يوماً عادياً في حياة الشعب العراقي وتاريخ العراق الحديث فقد أرخ هذا اليوم لوقوع العراق في قبضة الغزو الأمريكي الذي جاء بذريعة البحث عن أسلحة الدمار الشامل فلما ثبت بطلان هذه التهمة بدأت إدارة بوش واليمين الصهيوني بترويج أن الجيش الأمريكي ذهب إلى العراق لإنهاء النظام الديكتاتوري وإرساء نظام ديمقراطي جديد يكون قدوة وأسوة لدول المنطقة المقتضة بالأنظمة الاستبدادية أسس الاحتلال الأمريكي العملية السياسية على ركائز طائفية وعرقية وتعامل مع الشعب العراقي ليس بصفته شعباً واحداً ذا هوية وطنية كلية وإنما مكونات وطوائف لا رابط وطني يربطها وعمل على إثارة النعرات الطائفية لإطفاء مزيد من الندوب والشروخ على بناء وتماسك المجتمع العراقي ساعدت الاحتلال الأمريكي في غزوه العسكري ومشروعه السياسي مجموعة من الأحزاب الطائفية التي كانت في شتات المنافي تحت عنوين معارضة النظام السابق التي احتفت واحتفلت بيوم التاسع من نيسان باعتباره يوماً للتحرير الوطني وجعله عيداً وطنياً للعراق الجديد فقام زعيم أحد هذه الأحزاب بإهداء سيف الخليفة الراشد علي بن أبي طالب إلى وزير الدفاع الاحتلال الأمريكي آنذاك رامسفيلد بينما قام أحد المعممين بتقبيل حاكم سلطة الغزو بولي برايمر من فمه عرفاناً على ما اعتبره تحريراً للعراق من الاستبداد أما زعيم حزب الدعوة ورئيس الحكومة السابق نور المالكي الذي سلمته الميليشيات وفرق الموت الخاصة درع المقاوم الأول فقد قام بوضع إكليل الزهور على قبور قتل الاحتلال في العراق حتى أن عضو حزب الدعوة موفق الربيعي قال إن السيد استيستاني طلب منا أن نعامل قوات الاحتلال الأمريكي على أنهم ضيوف في العراق لكن هذه الميليشيات التي أسسها السفير الأمريكي السابق في العراق وأشرف على تدريبها خبير الإرهاب الأمريكي جيمس إستيل ومنها من أسسها الحرس الثوري إبان الحرب ضد العراق لتكون رديفاً لجيش الاحتلال في معاركه مع المقاومة الوطنية العراقية وفي خضم تصاعد الصراع على النفوذ والمصالح بين الولايات المتحدة وإيران في العراق وفي المنطقة وجدت هذه الميليشيات نفسها في الخندق الإيراني تحت لافتة المقاومة ضد الاحتلال جاحدة ومتنكرة لأفضل الغزو الأمريكي الذي سلمها رقبة العراق بلا منازع أو منافس والتي تدرجت بالعراق خلال 17 عاماً من دولة فاشلة إلى هشة ثم دولة محطمة بالكامل وعلى كل المستويات تتبوأ المواقع الأولى في الفساد الحكومي وفق المؤشرات الاقتصادية الدولية لينفجر الشعب العراقي غضباً على هذه القوى الطائفية الفاسدة في ثورة شعبية عارمة في الأول من تشرين أول الماضي ما زالت مستمرة منذ أكثر من ستة شهور هدفها الأوحد رحيل هذه القوى جميعاً وإسقاط عمليتهم السياسية التي أوصلت العراق إلى الحديد وربما إلى ما بعد الحديد لتقدم في سبيل هذا الهدف نحو ألف شهيد وأكثر من 27 ألف من الجرحى برصاص تلك القوى وميليشياتها